أصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا ملخصاً لاجتماعاً للحكومة الأمريكية مع وزارة داخلية حكومة السخيرات في الرابع والعشرين من يوليو الجاري وجاء في الملخص أن الحكومة الأمريكية استأنفت المناقشات حول تسريح وحل الميليشيات في المنطقة الغربية واعتبر وفد الحكومة الأمريكية أن توقف الحرب في طرابلس يهيئ الظروف للبدء في حل هذه الميليشيات وتسريحها وبحسب البيان الأمريكي أكد الطرفان على ضرورة تمتع جميع المواطنين الليبيين بحماية قوات أمن قادرة وخاضعة للمساءلة وخالية من الأخطار التي تشكلها الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلون الأجانب وأكد البيان أن الجماعات المسلحة التي تحاول إفساد العملية السياسية أو تلك المنخرطة في أعمال إجرامية ستواجه خطراً كبيراً يتمثل في العقوبات الدولية وشدد الوفد الأمريكي على معارضته لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا وناقش ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات الأمنية والسياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ومثل الولايات المتحدة المدير الأول لمجلس الأمن القومي اللواء ميجيل كوريا نائب مساعد وزير الخارجية هنري ووستر ونائب مدير القيادة الأمريكية الأفريقية للإستراتيجية والمشاركة والبرامج العميد ستيفن ديمليانو بالإضافة إلى السفير في ليبيا ريتشارد نورلاند ومثل وزارة داخلية الصغيرات فتح باشغر الدعوات الأمريكية بحل الميليشيات والجماعات الإرهابية والإجرامية ووقف تدخل الخارجي يضع حكومة السراج أمام تحدي كبير فهل تنجح حكومة الصغيرات في وقف تغول الإخوان وجماعاتهم الإرهابية والغزة الأتراك؟ سؤال ستجيب عنه شوارع طرابلس ومصرة والزاوية التي يتجول فيها خليط من المرتزقة والإرهابيين والغزة الأتراك ترجمة نانسي قنقر